وعزيبه وإسود في الملعب وانا تلعاد شاهدين مساء الخير وإهلا بحضراتكم مبروك مرة تانية ما زلنا معكم في هذه الاحتفالية الخاصة وهذه التغطية الخاصة بمناسبة حصول النادي الأهلي المصري على النجم الرابعة والبطولة رقم 40 في تاريخ مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم 40 بطولة للنادي الأهلي تفرد بهذا الرقم وهذا الرصيد الكبير من البطولات من إجمالي 59 بطولة هي عمر وعدد بطولات الدوري العام المصري لكرة القدم 19 بطولة بتتقاسم كل الأندية المصرية ومنها على وجه التحديد أو بشكل أكثر دقة عدد قليل من الأندية المصرية هي لتقاسمت هذا العدد بعد النادي الأهلي صاحب نصيب الأسد من البطولات 40 بطولة في مقابل 19 بطولة إجمالا لباقي الأندية المصرية بنحتفل مع حضراتكم في هذه التغطية الخاصة وصولا إلى ساعة 12 منتصف ليل القاهرة وهتستمر هذه التغطية على شاشة أو عبر شاشة قناة الأهلي على الهواء مباشرة وهيكون فيه فقرات وضيوف موضوعات كثيرة جدا في إطار الحديث عن تاريخ وعظمة ومبادئ وقيم النادي الأهلي وقدراته وخبراته الفنية والإدارية وإنجازاته وكيف يواصل هذا النجاح من قطع النظير بإذن الله في الفترة المقبلة ويضاف إلى تاريخ كبير جدا تفرد به عن أقرانه على المستوى المصري والعربي والأفريقي وأصبح أيضا من علامات كرة القدم على مستوى العالم أجمع التغطية الخاصة سيكون فيها أيضا النهاردة مع حضراتكم زملائي محمد فاروق ومحمد فاروق سعد وستكون فيه تفاصيل وضيوف وقضايا موضوعات كثيرة جدا تناقش النهاردة في إطار هذه الاحتفالية الخاصة بالنجمة الرابعة والبطولة رقم 40 في تاريخ الدوري العام المصري وفي تاريخ ورصيد ودولاب بطولات النادي الأهلي من بطولة الدوري على وجه التحديد خلينا نستعرض مع حضراتكم بعض الأمور البطولة دي وهذا النجاح وما يتحقق من نجاحات على صعيد التخطيط الاستثماري والرياضي والاجتماعي والخدمي داخل النادي الأهلي منذ بدء العمل في دورة مجلس الإدارة الحالي بقيادة كابتن محمود الخطيب هي أبرز وأقوى رد على كل من يحاول أن يفتعل زوبعة في فنجان مع أي مشكلة بتكون مصاحبة لأي كيان رياضي كبير في العالم كل الأندياء الكبيرة بتدخل في مراحل بيكون فيها تفاوض على تجديد عقود لعبين بتكون فيها أمور كثيرة جدا وتعقيدات ومشكلات تتعلق بالاستثمار وتعظيم وتنمية الموارد والبحث عن أفضل ما يمكن أن يقدم للأعضاء وأيضا الحفاظ على التوازن بين كرة القدم والنجاح المطلوب أيضا على مستوى الرياضات التانية وكل الفرق في مختلف المراحل العمرية دائما أبدا ده قدر النادي الأهلي وقدر مجالس الإدارة المتعقبة في النادي الأهلي وصولا إلى المجلس الحالي بقيادة كابتن محمود الخطيب أيضا أي تجاوزات بتحدث من قلة أو من مجموعة مأجورة أو لأهداف سياسية أو أغراض أو أهواء أو أجندات سياسية أو حتى من مجموعات أحيانا بيكون مدفوع لها لتقوم بهذا العمل الخارج على القانون أو اللي بيحمل قدر من التطرف أو العنف أو الشغب أو بيضر أي مجتمع ده ممكن يواجه أي نادي عنده شعبية أو جماهيرية في العالم بيكون مطلوب في الحالات اللي زي دي الاتزان والاستقرار والهدوء وده اللي شفناه في تصريحات وفي كلمة الكابتن محمود الخطيب وعكس من خلالها اهتمامه بالظهور شخصيا وتقديم صورة كاملة للرأي العام ولجماهير وعضاء النادي الأهلي عن موقف النادي من أي خروج على القانون أو أي تجاوزات غير مقبولة في حق المجتمع المصري والوسط الرياضي المصري بشكل خاص النهاردة بنتكلم عن كيفية تكاتف الجميع إزاي كلنا نقف ونكون إيد واحدة ونتماسك ونتكامل وندور إزاي نعيد الاستقرار لمجتمعنا المصري وللحفاظ على بلدنا بأفضل شكل ممكن وتخطي أي عقبات أو منع أي مشكلات من هذا النوع قد تتكرر مستقبلا لقدر الله إزاي نمنعها ونقلل من إمكانية ونسب حدوثها إلى الحد الأدنى ده اللي بنتمنى من كل القيادات الرياضية في كل الأندية المصرية في كل المؤسسات مش نحاول دايما نتبادل الاتهامات ونهاجم بعض ونستغل أي حدث لنضع من خلاله فرصة لأننا نهاجم الآخرين أو نحمل شخص أو مجلس إدارة أو مجموعة من المسؤولين المسؤولية عن الحدث اللي هو في النهاية مسؤولية وسط الرياضي ومجتمع الرياضي مصري بأكمله ومشكلة تتعلق بثقافة عامة وبدور وفهم الواجباتنا الوطنية واجبنا ناحية بلدنا وناحية مجتمعنا عشان كده احنا بنقول أن رغم هذه المشكلات اللي بيفتعلها البعض أو بيحاول من خلالها أنه يفتعل أي نوع من أنواع الأسباب اللي ممكن من خلالها يوجه أي نقد للنادي الأهلي أو لاعبي أو جماهيره أو أعضاؤه أو مجلس إدارته أو رئيسه أن احنا بنقول للجميع يجب أن نتكاتف ونقف كياد واحدة وبالرغم من ده الأهلي فوق هذه المهاترات دائما أبدا ومستقر وبيحافظ على مزيد من النجاحات ومزيد من أسباب الأخذ بالأسباب والوصول إلى أفضل النتائج مش بس على مستوكرة القدم على كافة المستويات في الرياضة بشكل عام وفي الدور المجتمعي للمؤسسات الكبيرة في مصر ومنها بالتأكيد الأندية الجماهيرية والأندية الكبيرة التاريخية زي النادي الأهلي شفنا في اللقاءات اللي عرضت وانا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة هذه الحفاوة وهذا الاحتفال من قيادات رياضية عربية ومصرية الجميع يحتفي بالنادي الأهلي ونجاحه الجميع حريص على التواصل مع الأهلي والتواجد ودعمه في كافة القضايا الرياضية والاستثمارية والاقتصادية والمجتمعية ده جزء من نجاح النادي الأهلي ومنظومته المتكاملة اللي النهاردة احنا بنحتفل بجزء من نجاحها وهو فريق كرة القدم هو العنوان الرئيسي دائما أبدا للنادي الأهلي بنتكلم عن جهد كبير جدا لمجلس الإدارة لتحقيق أفضل النتائج في التجديد في التعاقدات في الاستثمار الرياضي في مشروع القرن ومدينة الأهلي الرياضية في الوصول بالنتائج إلى أبعد مدى يعيد كمان البطولة الأفريقية وإحنا هنتابع نهاردة مع حضراتكم تواجد زميلنا أمير هشام هناك في الجابون مع بعثة النادي الأهلي استعدادا لمباراة العودة أمام بطل الجابون في بداية مشوارنا الأفريقي اللي هو بالفعل بيمثل هدف رئيسي لمجلس الإدارة الحالي ولجماهير وأعضاء النادي الأهلي وأعتقد لجمهور الكرة المصري بشكل عام شايفين اجتماعات مجلس الإدارة مع ضيوف مع كبار ضيوف النادي وكل المحبين والدعمين للنادي وفي مقدمتهم المستشار توركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية كمان في نقطة مهمة جدا هنقول عنها جملة سريعة قبل ما نبدأ نتكلم بتفاصيل عن الدوري وأرقامه وإحصائاته والأسباب اللي بتخلي الأهلي يحافظ على هذا القدر من النجاح والسفير أيضا القطان سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة وهو من المحبين والدعمين للنادي الأهلي ومن أصدقاء الكابتن محمود الخطيب ومن الشخصيات الكبيرة السياسية في مصر الحريصة دائما أبدا على حضور مختلف المناسبات المرتبطة بالنادي الأهلي والمشاركة مع مجلس إدارته في كافة المناسبات والمحافل الرياضي بنتكلم عن دايما حقوق اللاعبين دايما اللاعب يبحث عن حقوقه النادي الأهلي بيقول هو بيقدر لاعبيه ودايما بيحرص على المصلحة المشتركة وأفضل نتائج ممكنة في العلاقة التعاقدية بين النادي واللاعب وده دائما أبدا معروف عن النادي الأهلي الأكثر التزاما بسداد مستحقات اللاعبين الأفضل في البحث عن أفضل عروض للبيع أو للإعارة أو لأي شكل من الأشكال التسويقية لكرة القدم المصرية الداخل أو خارج حدود مصر سواء في نادي آخر أو في أي نادي في المنطقة العربية أو في القارة الأوروبية أو في أي مكان في العالم ولكن أيضا عنوان رئيسي أن الأهلي عنده مبادئ لا يحيد عنها ولا يتراجع عنها وبيضع دائما أبدا النادي والكيان فوق الجميع ولا يمكن لأي لعب مهما بلغ حجم نجوميته وبلغت قدراته وكان متميز عن أقرانه ده محل تقديره ومحل احترامه ومحل اهتمام مادي ومعنوي وأدبي من النادي الأهلي ولكن بشرط أن لا يضع أي لعب مهما كان اسمه وحجم نجوميته نفسه في المقام الأول ويضع نفسه قبل ناديه وقبل حب جماهيره وقبل كل ما يتعلق بهذا النجاح والحب الكبير المرتبط بمنظومة وتاريخ واسم النادي الأهلي